جاء سيدنا عبدالله بن أم مكتوم إلى رسول الله وقد شغل بدعوة سادات قريش وقد شغل بدعوة أسياد القبائل وقد شغل بدعوة صناديد الشرك أملا من رسول الله أن إذا أسلم السيد أن يسلم العبيد أن إذا أسلم رئيس القبيلة أن تدخل القبيلة في دين الله أفواجا فجاء سيدنا عبدالله بن أم مكتوم أعمى لا يرى فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله فلم يرد عليه النبي وكأنه عبس في وجهه الأعمى لم يراه الأعمى لم ينظر إليه الأعمى لم يشاهد هذا العبوس ولكن الله يطلع ولكن الله يرى ولكن الله ينظر إلى رسوله فأنزل على النبي سيدنا جبريل بالوحي فقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة الله الله على جبر الخواطر الله عز وجل يجبر بقلب أعمى أساء إليه نبي دون أن دون أن يتعمد الإساءة دون أن يقصد أن يؤذيه دون أن يقصد أن يعبس في وجهه إنما كان العبوس هذا من أجل دعوة الله من أجل أن يدعو هؤلاء الصناديد وهؤلاء الأسياد ليدخلوا في دين الله أفواجا حتى تسلم باقي القبائل فعاتبه الله عز وجل حتى كان رسول الله إذا رآه يأتي إليه ويدخل إلى مجلسه بعد إسلامه كان رسول الله يقوم إليه ويمشي إليه كالشمس وضحاها وكالقمر إذا تلاها وكالنهار إذا جلاها ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي مرحبا بمن عاتبني فيه ربي